موسيقى أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس والبداية بأبرز العناوين دعم إقليمي ودولي لإنجاح المشاورات اليمنية والتحالف يعلن استعداده لتحرير العاصمة إذا فشلت المحادثات لجنة التهدئة تفشل مجدداً في فك الحصار عن تعز والميليشيا تواصل خروقاتها في البيضاء والجوف وشبوى سفير اليمن في جيوتي يقول إن نحو 2800 لاجئ يمني يعانون من أوضاع إنسانية صعبة مشاهدين الكرام نستهل معكم النشرة بفتح الملف الخاص بآخر التطورات المرافقة لمشاورات السلام اليمنية في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة دع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل والد الشيخ طرفي المشاورات اليمنية إلى الاستفادة من الدعم الدولي غير المسبوق للتوصل إلى تفاهم إيجابي وحل للأزمة وأوضح والد الشيخ في بيان له أن الحالة الإنسانية والاقتصادية في اليمن لم تعد تحتمل إطالة أمد الوضع الحالي وأشار إلى استمرار الاجتماعات لمواصلة النقاش حول المبادئ والآليات لافتاً إلى أن الأطراف شددت على الحاجة للخروج بخريطة طريق واضحة ومزمنة خاصة في اللجنة السياسية على صعيد متصل شدد الوفد الحكومي في المشاورات على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المتفق عليها مؤكداً أن أي نقاش خارج هذه المرجعيات مرفوض وطالب الوفد الحكومي من الأوم المتحدة إلزام الطرف الآخر بعدم ربط التقدم في اللجان الأمنية والعسكرية ولجنة المعتقلين والمخفيين والأسرى بما يصنعونه من عراقيل في اللجنة السياسية وأكد الوفد أن مسار سعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح والانسحاب من المدن هو أحد متطلبات تنفيذ قرار مجلس الأمن وهو ما يجب أن يدخل حيزة تنفيذ هذا وتدخل مشاورات السلام اليمنية في الكويت أسبوعها الرابع في حين لم تحقق أي تقدم ملموس ولم يتم الاتفاق على نقاط جوهرية للحل يوما بعد آخر يتلاشى تماما الزخم الذي رافق تدشين مشاورات الكويت بل بات يقتصر في أفضل حالاته على ما يبثه المبعوث الأممي إلى اليمن من رسائل تطمينية فقط تصطبغ هذه الرسائل بالجانب الإيجابي إنجاز القول والدبلوماسي لراعي المشاورات وتطرقنا أساسا إلى ثلاث نقطة اليوم عندما جلسنا مع بعض بينما في حقيقة الأمر لم تعد تحمل الكثير من الأمل لليمنيين الذين التهمت الحرب حاضرهم وتهدد المستقبل تسير تطمينات والد الشيخ منفصلة عما يجري في صالات المشاورات وإن كان يصدرها الرجل للقيام بما يشبه التخدير الموضعي للجمهور المتابع من جهة ومن جهة ثانية لتسخين مهمة طرفي المشاورات تسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي تخرج رسائل إسماعيل ولد الشيخ مقتضبة أغلبها يتركز على سير جلسات مجموعة العمل ثلاث السياسية والأمنية ولجنة الأسرى والمعتقلين التي لم تتقدم مسافة واحدة حتى الآن مرت أسابيع على المشاورات لم يتحقق فيها سوى اختراق بسيط بشأن ملف المعتقلين الذي حتى اللحظة لم ينجح بإطلاق سراح معتقل واحد بينما تستمر الميليشيا في حربها في مختلف الجبهات في وقت تشهد البلاد المزيد من الإضطرابات الداخلية إلى جانب الحرب القائمة كالأحداث التي تتفاقم في بعض المحافظات الجنوبية ودخول عنصر جديد في التفاصيل المتقلبة هو ما يجري في عدن إذ تصفه الأجهزة بالإجراءات الأمنية وفي إطار المشهد القائم أيضا يأخذ تنظيم القاعدة نصيبه في الحضور بعد أن كسرت شوكة التنظيم في حضر موت عدن بينما تتحدث مصادر عن إرسال واشنطن قوات خاصة إلى اليمن للمساعدة في القضاء على التنظيم الإرهابي يؤكد مراقبون أن التنظيم استطاع تجنيد عناصر جديدة له في البلاد إذن مشاورات الكويت السياسية لم تغير من الواقع العسكري على الأرض شيء كما أن واقع الحال في ظل الحديث عن لجنة الإشراف عن تثبيت وقف إطلاق النار ومزاولة مهامها في استمرار هجمات الميليشيا في تعز والبيضاء يزيد تعقيدا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية فيما يدفع المدنيون ثمن كل هذا التدهور والحرب وأيضا الفوضى إلى ذلك أعلن التحالف العربي أن الهدف من عملياته هو تأمين اليمن مشيرا إلى أنه في حال فشلت المشاورات فإن صنعاء ستكون حرة قريبا ونقلت مجلة الفورن بريس الأمريكية تصريحات للعميد أحمد عسيري قال فيها أن التحالف يسير في خطين متوازيين سياسيا وعسكريا وسيتم الوصول إلى أحدهما في النهاية وبحسب المجلة الأمريكية فإن تصريحات عسيري تشير إلى التهديد بدخول صنعاء وأن التحالف مستعد لشني هجوم عسكري على العاصمة في حال فشلة المحادثات الجارية في الكويت في سياق متصل تتواصل المشاورات اليوم بعقد لقاءات عامة وأخرى بين اللجان الأمنية والسياسية كما يواصل أعضاء لجنة المعتقلين النقاش حول مقترحات على المدى القصير والطويل لتنفيذ آلية للإفراج عن الأسرى والمعتقلين وشددت اللجنة على أهمية القضية باعتبارها إجراءات لبناء الثقة وداعمة لمسار السلام إلا أن الميليشيا على الأرض تواصل عملياتها في اختطاف المواطنين خيبة أمل كبيرة بشأن المعتقلين منذ البدء كان الأمل ضائرا لدى المئات من عائلات وذوي المعتقلين في السجون السرية للميليشيا الإنقلابية لكنه على ما يبدو قد تبدد إثر الجمود المقلق في هذا الملف الذي ينظر إليه المراقبون على أنه النقطة الأكثر سوادا في الانتهاكات المصاحبة للحرب العدوانية الميليشيوية على الشعب اليمني من بين أكثر الاختراقات نجاحا التي تباهى المبعوث الأمم إلى اليمن بإنجازها في مشاورات الكويت التي دخلت أسبوعها الرابع هو الذي حققته لجنة المعتقلين والمخفيين قصريا لكن اختراقا كهذا يبدو أنه أحيل إلى آلية شديدة تعقيد من الترتيبات التي حولت ملفا إنسانيا كهذا إلى موضوع شائك ومعقد في معادلة الصراع على الرغم من وضوح القرار الأممي رقم 2216 نحو ربع مدة العشرين يوما قد انقضت دون أن تظهر الميليشيا جدية في إنجاز التزاماتها تجاه قضية شكلت منذ مشاورات بييل السويسرية أحد خطوات بناء الثقة التي تبنى عليها المشاورات المؤدية إلى حل كامل للأزمة اليمنية الممارسات القمعية متزال على حالها في السجون السرية للميليشيا حيث يقبع آلاف المعتقلين من السياسيين والكتاب والصحفيين والناشطين ومناهضية الإنقلاب الميليشياوي كان النصيب الأوفر من القمع والتنكيل والتعذيب من نصيب الصحفيين لا شيء أسوأ من الخذلان خصوصا ذلك الذي يأتي برسم الانتصار للمعتقلين كما تحاول بعض المنظمات القريبة من الميليشيا عمله هذه الأيام على الرغم من ادعائها الحيادية والمهنية إحدى هذه المنظمات أصدرت مؤخرا تقريرا قدمت من خلاله توصيفا مشكوك في نزاهته بسبب التحجيم المقصود للحالات المنتهكة من قبل الميليشيا فبينما يقبع في سجون الميليشيا آلاف المعتقلين لم تتحقق تلك المنظمة سوى من نحو 53 حالة اعتقال تعسفي و27 حالة اختفاء قسري حاملات الاعتقالات لم تتوقف حتى اليوم في مؤشر على بقاء هذا النوع من الممارسات مفتوحا على أسوأ الاحتمالات على الرغم من انعقاد الهدنة واستمرار مشاورات الكويت على الصعيد الميداني استشهدت طفلة وقثل أحد أفراد المقاومة فيما أصيب آخرون جراء قصف الميليشيا أحياء سكنية ومواقع للجيش الوطني والمقاومة في تعز وقالت مصادر محلية أن الميليشيا شنت قصفا عشوائيا على عدد من الأحياء والقرى السكنية بالإضافة إلى محاولتها التسلل إلى مواقع للجيش الوطني والمقاومة في أنحاء متفرقة من المحافظة إلى ذلك فشلت لجنة التهدئة بتعز مجددا في فك الحصار عن المدينة في المنفذ الغربي بحسب ما وعدت به قيادات في اللجنة ممثلة عن الميليشيا وزار الوفد الممثل عن الحكومة المنفذ بحسب الاتفاق المسبق إلا أن ممثل الميليشيا نكتوا بوعودهم يأتي هذا في حين تواصل الميليشيا حصارها الخانق على المدينة وقصفها للأحياء والقرى السكنية وتعزيز الجبهات بالمسلحين والآليات العسكرية رغم الدعوات المتكردات من قبل المجتمع الدولي للالتزام بالتهدئة إلا أن الميليشيا تصم أذانها وتستمر في حربها على محافظة تعز ففي مديرية الوازعية غرب المحافظة أن دلعت اشتباكات عنفة بين الميليشيا والمقاومة الشعبية وأفاد مراسل قناة بلقيس أن الاشتباكات دلعت في موقعي المريرة وجبل الثبر بين الوازعية والمضاربة وأدت إلى مقتل عنصرين من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بالإضافة إلى تدمير آلية عسكرية وتفيد الأنباء الواردة من هناك أن الميليشيا تعمل على حجد قواتها في المديرية سعيا منها لمحاولة التقدم باتجاه محافظة لحجة وفي المقابل أفاد مصدر عسكري أن قيادات المنطقة العسكرية الرابعة عززت بوحدات جديدة إلى منطقة كاريش تأهبا لأي هجوم قد تقدم عليه الميليشيا إذن هي الحرب الحاضر الأبرز في تعز واستمرارها هو الجديد الدائم في يوميات سكانها ومعنا من تعز مراسلنا حمزة أمين حمزة أهلا بك معنا في هذه النشرة بداية حمزة لماذا فشلت لينة التهدئة في فك الحصار عن تعز رغم الاتفاق المسبق بين ممثل الميليشيا وممثل الحكومة بأن تفكل بعض المنافذ إلى المدينة نعم بشير في صباح هذا اليوم قامت لجنة التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار بدعوة جميع الإعلاميين والقنوات ليشهدوا فتح الحصار في المنفذ الغربي حسب ما جاء في اتفاق يوم الخميس بين أعضاء لجنة التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار الممثلة من جميع الأطراف نزلنا إلى هناك برفقة لجنة التثبيت وقف إطلاق النار انتظرنا لنشهد فك الحصار عن المدينة إلا أن رئيس لجنة التثبيت وقف إطلاق النار والأستاذ عبدالكريم شيدان تواصل مع أعضاء الممثلين على ميليشيا الحوثي وطالح المنفذية وأبلغوه بأنه سيتم فتح المنفذ انتظرنا قرابة الساعة كاملة تم التواصل معهم مرة أخرى من قبل الأستاذ عبدالكريم شيدان ولاحظنا تعنت أعضاء الميليشيات ومماطلتهم ليفرضوا بذلك حصارا خانفا عن المدينة أبلغنا الأستاذ عبدالكريم شيدان لجميع القنوات بأن الميليشيات ترفض ورفع الحصار عن المدينة حسما جاء في الاتفاق وهذا النزول يعتبر هو النزول الثاني ومباشرة قام أعضاء لجنة التثبيت وقف إطلاق النار بالتواصل مع اللجنة الإشرافية في الكويت وإبلغهم بما حدث كامل حمزة الحجج التي تقولها الميليشيا وتتمنى عن فتح المنافذ ما هي؟ الحجج هم يقولون بأنهم قاموا بفتح طريق جبل غرابة هذا الطريق هو أحد الطرق الوعرة وليست الطرق الرسمية عندما تقوم المركبات بالدخول من هذا الطريق تقوم الميليشيات بأخذ إتاوات تصل إلى مبالغ غالية جدا على سيارة المواطنين تقوم أيضا هناك إصابات التقطع لا نعلم أي جهة تابعة لأن الطريق وعرة وهي ليس طريق رسمية صالحة للسيار حمزة أمام هذا الحصار الخانق للمدينة وتعنت الميليشيا بعدم فتح المنافذ كيف هي أوضاع المدينة وأحوال الناس فيها؟ الأوضاع الإنسانية في المدينة هي كالعادة أوضاع مأساوية أوضاع طعبا يعيش الناس يتضرر الناس كثيرا من هذا الحصار الخانق المفروض على المدينة الذي يمنع دخول المواد الأساسية للعيش الميليشيات هنا لم تقم بأي وقف لأي إطلاق النار ما زالت الاشتباعات مستمرة الجبهات مشتعلة الميليشيات الإنقلابية تواصل قصة المدينة ليلا بمختلف الأسهاء التقيلة وأن خطتها والمتوسطة لا يوجد هناك أي بوادر الحصنية من الميليشيات الإنقلابية نعم أشكرك جزيل شكر حمزة أمين مراسلنا منتاز إلى محافظة البيضاء حيث صدت المقاومة الشعبية هجمات عدة للميليشيا عقبها مواجهات بين الجانبين وقال مراسل قناة بلقيس إن الميليشيا هجمت مواقع للمقاومة الشعبية في مناطق أشعاب ناصر والثيبة وهضبت صباح في مديرية ديناعم ومناطق العرقوب والمحصن في مديرية الزاهر وتزامنت هجمات الميليشيا مع قصف عنيف بمختلف الأسلحة إلا أن المقاومة تصدت للهجمات وأعقب ذلك مواجهات عنيفة في محافظة الجوف قالت مصادر محلية إن معارك عنيفة تجددت بين المقاومة والميليشيا في جبهة عدة وأوضحت المصادر أن الميليشيا شنت هجمات متزامنة على عدد من مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل من الغيل وصبريا والمصلوب والعقبة والمتون أعقبها مواجهات عنيفة بين الجانبين وبحسب المصادر فإن الهجمات رافقها قصف عنيف للميليشيا على مواقع الجيش والمقاومة مشيرين إلى أن المواجهات لا تزالوا مستمرة في محافظة شبوى شنت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفا صاروخيا على عدد من المنشآت الحيوية والقرى الآهلة بالسكان غرب المحافظة وقال قائد اللواء التاسع عشر مشاه العميد الركنوس في الحارثي في تصريحات صحفية إن الميليشيا استهدفت بعشرين صاروخا محطة كهرباء سيلان وخمس قرى آهلة بالسكان وأشار الحارثي لأن قوات الجيش والمقاومة تسيطر على الموقف القتالي مع الميليشيا أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثاني اعتقال نحو 250 فردا من تنظيم القاعدة منذ بدء العملية العسكرية لتحرير حضر موت نهاية أبريل الماضي وأوضح قائد المنطقة اللواء فرج البحسني أن من بين المقبوذ عليهم قادة من الصف الأول مؤكدا أن العملية العسكرية مستمرة حتى تطهير ساحل حضر موت بالكامل من التنظيمات الإرهابية وأشار البحسني إلى أن القوات في حالة استنفال لمواجهة أي عمليات إرهابية باقونا معكم في نشرة الأخبار وفيها بعد الفاصل في المهرة حفل لتخرج الدفعة الأولى من الشرطة المحلية في المحافظة دعم إقيبي ودولي لإنجاح المشاورات اليمنية والتحالف يعلن استعداده لتحرير العاصمة إذا فشلت المحادثات لجنة التهدئة تفشل مجددا في فك الحصار عن تعز والميليشيا تواصل خروقاتها في البيضاء والجوف وشبوة سفير اليمن في جيبوتي يقول إن نحو 2800 لاجئ يمني يعانون من أوضاع إنسانية صعبة من جديد أهلا بكم دعا رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة إلى سرعة الإفراج على الصحفين المعتقلين لدى ميليشيا الحوتي والمخلوع وطالب بوملحة في بيان صحفية لأطراف المتحاربة بالتوقف عن استخدام الصحفيين كسلاح في الصراع والسماح لهم بحرية العمل وقال إنه لتوجد كلمة لوصف مستوى الترهيب والهجمات الوحشية التي يعيشها الصحفيون في اليمن هذا ويواصل تسعة من الصحفيين إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي في سجون الميليشيا احتجاجاً على سوء معاملتهم مما دعا بقية المختطفين الانضمام إلى الدعوة الداعية للإضراب عن الطعام احتجاجاً على عملية التعريب التي يتعرضون لها والمعاملة السيئة المتعمدة كما ندين استمرار جمال تعاني محافظة سقطرة من استمرار انقطاع الرحلات الجوية وهو ما يجعلها معزولة وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين ان جزيرة سقطرة تعيش معزولة نتيجة توقف الرحلات الجوية إليها طوال العام ودعا كفاين الحكومة إلى استئناف الرحلات الجوية إلى سقطرة حتى تتمكن الجزيرة من مواصلة عمليات التنمية التي دشنتها الحكومة برغم الظروف السياسية التي تمر بها البلاد قال سفير اليمن في جيبوتي حمود أحمد العديني إن نحو 2800 يمني في جيبوتي يعانون من أوضاع إنسانية صعبة وأوضح العديني في تصريح لقناة بلقيس أن نحو 2100 لاجئ يعيشون في مخيم أبخ للاجئين فيما نحو 600 آخرين في مدينة جيبوتي يمرون بأوضاع إنسانية صعبة لا الخيمة تأويهم ولا حرارة التقص تشعل نار الحنين إلى وطن هجر منه قسرا لاجئوا اليمن في جيبوتي بانتظار إنهاء رحلة الشتات والرجع إلى ديارهم بعد أن فقدوا إمكانيات العودة يفترشون تراما رطبا يتبللون من حرارة المناخ وقلق العيش ويسكتون عن الوجع لكنهم ينتظرون بقلق رحلة العودة علها تبدأ فلا تبدأ ولا هم يعبرون شباب ونساء وأطفال ذابلون طاوعهم الحظ وخرجوا من بطن الوطن المكتئب والمضطرب منذ عام وأكثر بفعل الحرب يقول سفير اليمن هناك حمود العديلي إن نحو 2800 يمني لاجئ يعانون من أوضاع إنسانية صعبة وقال السفير إن عددا من الأسر قررت العودة في حين لا تزال أخرى عالقة والسبب فقدان غالبيتهم للمال الكافي حتى المساعدة التي تصلهم من المنظمات الإنسانية يقول السفير إنها لا تغطي احتياجاتهم طوال الشهر وهو ما يفاقم من صعوبة العيش في هذا المخيم وضع هؤلاء لا يختلف عن وضع اللاجئين في الصومال وإثيوبيا فالجميع نشدون الحكومة والمنظمات الدولية سرعة مساعدتهم موضحين أن قتل وجرح من رفاقهم قتلوا قبل أيام في انفجار وقع بالقرب من مخيم يقتنون به في مدينة مقدشو الجهات الرسمية لا تبدو عابئة بوضع هؤلاء ولس ما يحدث من مآس إنسانية لليمنيين داخل البلد وخارجه في اهتماماتها الدليل أنها لم تضح حدا لمعاناة وألام اللاجئين ولم تكلف نفسها إرسال وفد حكومي لتقصي أوضاعهم ومساعدتهم على العودة إلى وطنهم صحيح أن حياة الإنسان في وطنه خلال الحرب فضيعة لكن مذلته خارج الوطن جحيم فرحلة الشتات أكثر كلفة حين تبث الأخبار كل يوم وصفة متقنة من طحين الغياب أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أن اليمن ضمن أولوياتها الخاصة في تقديم الدعم الفني لتطوير القطاع الزراعي في الظروف الحالية جاء ذلك خلال لقاء مدير عام المنظمة خسيدة سلفة مع وزير الزراعة أحمد الميسري حيث بحث إمكانية دعم الفاو لوزارة الزراعة بمعدات فحص ومراقبة حرصا على دخول أغذية سليمة من ميناء عدن وأكد اللقاء أهمية إطلاق برنامج دعم مالي وفني واسع لإعادة تأهيل القطاع الزراعي الذي تعرض لأضرار مادية كبيرة بسبب الحرب الهمجية التي شنتها الميليشيا الانقلابية دشن اتحاد نساء اليمن بمحافظة أبيان حملة توزيع مساعدات إيوائية استهدفت النازحين من محافظة تعز وإب والحديدة وعمران وصنعاء بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومركز الملك سلمان للإغاثة وتأتي هذه الحملة استمرارا لحملات سابقة تسعى للتخفيف من معاناة النازحين في المحافظة حملة مساعدات إيوائية دشنها اتحاد نساء اليمن بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومركز الملك سلمان للإغاثة حظيت فيها 157 أسرة نازحة بالمساعدات في مديرية خنفر بمحافظة أبيان المواد الليواء عبارة عن فرشان وكنابل وسطول وطقم مطبخ نازح تعز وإب والحديدة وعمران وصنعاء وجدوا في محافظة أبيان ملاذا آمنا لهم خصوصا بعد تحريرها من القاعدة حتى المساعدات التي عجزت المنظمات الدولية عن إيصالها للنازحين في مختلف المحافظات وصلت أبيان مليونان ونصف مليون شخص وفقا لتقديرات الأمم المتحدة هم من شردتهم الحرب من عدة محافظات ويعيش أغلبهم ظروفا معيشية صعبة خاصة في المناطق التي ما زالت تشهد استمرار المواجهات لتتفاقم معاناة النازحين في رحلتهم للبحث عن ملاجئ آمنة وما يسد رمقهم نظم في محافظة المهرة حفل تخرج الدفعة الأولى من الشرطة المحلية بحضور قيادات أمنية وعسكرية وعدد من المسؤولين المحليين وقال محافظ المحافظة محمد عبدالله كده إن السلطة المحلية ستهتم بالخريجين وتستوعبهم في الأجهزة الأمنية ضمن إطار تأهيل الكادر البشري لأبناء المحافظة وأدى الخريجون عرضا عسكريا خلال الاحتفال الذي اختتم بتكريم الأفراد الأوائل والجهات التي سهمت في إجاح فعاليات تخرج الدفعة نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوي دعم إقليمي ودولي لإنجاح المشاورات اليمنية والتحالف يعلن استعداده لتحرير العاصمة إذا فشلت المحادثات لجنة التهديئة تفشل مجددا في فك الحصار عن تعز والميليشيا تواصل خروقتها في البيضاء والجوف وشبوة سفير اليمن في جيبوتي يقول إن نحو 2800 لاجئ يمني يعانون من أوضاع إنسانية صعبة نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس للمزيد يمكنكم بتابعة موقع القناة الإلكتروني كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في أمان الله اشتركوا في القناة